كيف ألعب المقاولين العرب أو أرقام المقاولين العرب؟ خلينا نبدأ يعني المقاولين الموسم ده كابتن إسلام أو تحديداً كمان مع كابتن شوئي غريب عاملين حالة صحيح حالة حلوة جداً أرقامهم مميزة هم دلوقتي تقريباً مركز السادس بماتش يعني لما هيلعبوا معنا بكرة يبقى ماتش زيادة عن نادي الزمالك اللي هو في المركز الخامس فهما السنة دي هو موجود في المنافسة بتاعة المربع الزهر لا لا خالص يعني هو يعني ممكن يكسب ماتش أو يتعادل ماتش أو حاجة يلاقي نفسه في الرابع مثلاً أو حاجة كده وكمان الماتش ده كابتن مؤجل من الدور الأول وفيه الفكرة بتاعت إن المقاولين بالنسبة لهم إنه لو كسب مثلاً نادي الأهلي أو عمل مع نتيجة إيجابية لما ييجي مثلاً للموسم لو طول شوية وجيه موضوع إرسال الأندية بتاعة أفريقيا أو حاجة زي كده فوقف دماغه موضوع الدور الأول يعني برضه هو هيحاول إنه هو دايماً يبقى موجود في الصورة عشان وارد يلاقي نفسه بيلعب في أفريقيا وهو مثلاً يعني في الطفور بالنتائج الدور الأول أو نهاية الدور الأول فالمباراة دي بالنسبة له مهمة طعمة جداً يعني مش مجرد مباراة بتلات نقاط قدام النقاط لا وكمان في حلم بتاعه المقاولين مع الكابتن شاوي غريب عموم بيلعبه بتلاتة خمسة اتنين بمشتقاتها يعني ممكن لها خمسة أربعة واحد تلاتة يعني مهم إنه فيه تلاتة مساكين سراح بيلعبوا في الخط الخلفي وده ميديهم قوة شوية دفعية للمقاولين العرب لو هنستعرض أرقامها كابتن إسلام فريق من الفرق اللي هي أقل فرق دخل فيها أهداف الدوري عموماً بشكل عام فرقة عندهم تمانية كليل شيت في الدوري ده رقم كويس لفرقة يعني المقاولين السنة اللي فاتت كانت بتنفس على الهوب يعني فريق بنفس على الهبوط السنة دي موجودين في دائرة المنافسة من أعلى الفرق اللي خسرت ماتشاط السنة دي النهاردة النادي الأهلي مخسرش خالص الحمد لله بيجي بعديه فيوتشر خسر مباراة بعد كده برامدز المقاولين العرب خسروا تلات ماتشاط فده رقم مميز جداً عندهم استقبلوا 17 هدف في الأرقام لما هنعرضها في حاجة اسمها الأهداف بنتكلم دايماً كابتن إسلام على الأهداف المتوقع للمهاجمين أو للفرقة لا في حاجة اسمها أهداف متوقع أن أنت تستقبلها الأهداف المتوقع أن أنت تستقبلها دي المقاولين العرب عليه 40 كورة 40 كورة كان متوقع أن هو يستقبلهم كأهداف يعني دي الأرقام بشكل عام جاء لهم ثلاث ضربات جزائق سجلوها منهم راكلتين جوزيف وشهيدة اللي والباك الشمال نقدر نقول علي معلول المقاولين العرب للموسم اللي بيقدموا بيحطوهم في زاوية صعبة زاوية قاتلة فوق في الزاوية اللي هي فوق دي على الشمال تقريباً بتاعته رهيبة فالنهار دا بقول حركة اللي هي الهداف المتوقعة تستقبلها 40 كورة 40 فوص دخل فيهم كام؟ 17 بس فده معنى أن النهار دا هي فرقة إلى حد ما الأهداف اللي بتستقبلها نثبتها قليلة يعني أنت ممكن تروح عليه محمد أبو الصعود كويس وفكرة التلاتة اللي موجودين آه محمد أبو الصعود والتلاتة اللي هو بيلعب بيهم بيدونه الفكرة دي في المباراتين اللي هو مع الفرقتين اللي هم الكبار بنفسه بنكلم الزمالك خرق سفر سفر ماتش الزمالك كان هو كمان بيلعب بنفس الطريقة دي وكان ليه الغلبة في الهجوم كان أهدافه المتوقعة يعني فهو النهاردة المقولي العرب بشكل عام فريق جاي جدا فريق بيعرف يقفل كويس وبيحاول أن هو يخطف فكرة يعني برضو جوزيف أشايا لو هنستعرض أرقامه قبل ما لأن هي أرقامه هتبقى مرتبطة بالحالات اللي شاكر هيجبها لأن هو لما بيلعب بالتلاتة دي هو بيسيب الثلاثة ورق وش راية ده بقى بينطلق يا ابتك يعني نتكلم الآن 1650 ديئة لو ترجمناها بالمباريات هو لعب 17 ماتش من 19 جاي بخمس تجوان يعني باك شمال جاي بخمس أهداف يعني عشان كيف أقولك كم درقل الجزاء اتنين صنع جون يعني نتكلم صنعات الفرص كمان 12 فرص المحاولات بتاعته اللي على المرمى دقة تمريراته معقولة المراوغات بتاعته بوسك هو باك ليفت من 19 محاولة للترئيس رقص 10 مراته عدة الكرة التانية بياخدوا الكرة التانية في الحالات الدفاعية بتاعته بشكل كويس فهو كلعيب ككواليتي لعيب وبيلعب في منتخب أغاندا يعني منتخب أغاندا استدعى عشان الفيفا ديت اللي جاي فهو ككواليتي لعيب في الدور المصري في الباك الشمال واحد من اللعيبة المميزة جدا ومفتاح لعبه مهم جدا خصوصا في التلاتة ولما بقى هتلعب مع فريق زي نادي الأهلي بالنسبة للمقاولين فريق بيلعب كرة هجومية وكرة مفتوحة فالنهاردة زي يعني الماتش الماتش اللي هو ظهر فيه أو الناس تركز معاه كان ماتش الزمالك 0-0 لأنه هو كان عامل خطورة من الناحية الشمال على نادي الزمالك قوي جدا ولولا التوفيق كان وقتها كان ممكن المقاولين يخرج الماتش كسبان 2-0 أو حاجة زي كده وكورات كلها من الجبهة اليسر فهي دي كلها الفلسفة بتاعت المقاولين اللي كابتن طرق العشر كابتن شوق غريب عفوا بيعتمد عليها فكرة التلاتة وفكرة اللعب من التجميع من ناحية الشمال وكار طولية ولكن عندهم حاجة بقى نقدر نستغلها أو حاجة مؤشر لحاجة الأخطاء بتاعتهم عدد الأخطاء اللي ارتكبها لعبة المقاولين في الدوري معداد 300 خطأ 300 فاول عملوه هم تقريبا تاني أكتر فريق في الدوري عمل فاولات فدي حاجة تتبين لك أن انت النهاردة مهارات لعبة النادي الأهلي ممكن تاخد فاولات من أماكن مميزة المقاولين العرب أكتر فريق في الدوري اتحسب عليه ضربة الجزاء سبعة ضربة الجزاء تهور فالنهاردة ده معنى أن هم في الحتة الدفاعية عندهم سن زي ما حالك قلت كده سن تهور نادي الأهلي ما تتحسب عليه تقريبا تلاتة أو أربعة في نادي الزمال يعني ما تحسبش عليه خالص فهي الفكرة كلها في حتة ركلات الجزاء دي والأخطاء دي دي مؤشر طبعا نحن ما بنقولش أن دي حاجة يعني ممكن لكن هي مؤشر النهاردة أنت بمهارات لعبتك الكوالاتي بتاع لعبة النادي الأهلي لما يكونوا مركزين ممكن في الواحد على واحد تاخد فاول من مكان مميز تلعبوا الجيب بجون تاخد ضرب الجزاء دي كلها البطاقات اللي صفرة مع الدين التلاتين انذار فالنهاردة أنت تقدر تلبسهم انذارات فدي كلها مؤشرات أن أنت كنيدي يعني لو بتحاول تلعب لعب اللي حنقول للتجاري عشان خاطر تخطف وتريح اللعب وتخليه هم يفتحوا دي حاجات ممكن تلعب عليها وتستفيد منها كويس شكل الحالات اللي أنت جايب بس كابتن قبل ما أتكلم جون أوكلي جون أوكلي قوي جدا بدنيا تكوف بتاعه عالي جدا بيطلع دايما ياخد الكورة كابتن إسلام وينزي لسند الكورة اللي بيجوا من نص الملعب سواء عبد الرحمن جابنا علي مين أو سافيولا سافيولا على الناحية الشمال الاتنين متميزين جدا في سرعتهم وزي ما قلنا وشاية برضو من الناس المهمة جدا هنا بص يا كابتن إسلام ده في مباراة الأخرانية خالص مباراة فارق مقولين العرب كورة بتتلعب من أبو الصعود من ضربة المرمى مين يا كابتن هيطلع يستلم هنا ده جون أوكلي بص يا كابتن أول ما استلم الكورة مين ننتشوف الفريم اللي بعده مين اللي هيجري على طول يا كابتن إسلام ده سافيولا مين بقى اللي عليه السهم التاني اللي عند الكاد اللي لسه بالزبط كان بيكلم عليه أيمن اللي هو وشاية واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة بص يا كابتن على طول بيلعب الكورة في دار الدفاع هو هنا بكليفت كده هو هو هنا بقى خلاص هنا بقى بيقوم بقى الفكرة بتاعة التلاتة هي بتحرزة كده كده زي جيل بيرتو كده زي أنا معك شوف يا كابتن دي كانت حاجمة خطرة جدا 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 للمؤولين العرب نشوف برضو كابتن كورة تانية هنا برضو المؤولين بيحاول يبتدي من تحت نشوف نكمل الفريم اللي بعده هيلعب الكورة عالية برضو مين طلع يستلم يا كابتن إسلام برضو جون أوكلي ومين اللي نازل ياخد الكورة منه بعد ما الكورة تنزل الساكن بول نكمل ده برضو عبد الرحمن جبنا هيلعب الباص وكان شبه وده على فكرة كابتن ده الهدف اللي أحرزه نادي المؤولين العرب في نادي فاركو بص بقى كابتن هنا زيادة العددية اللي موجودة دايما هو كابتن شاوي غريب بيلعب على الساكن بول الكورة معيش نرجع في ريم لحظة نرجع في ريم لحظة أول ما الساكن بول يا كابتن خالد سوريا كابتن بتنزل على طول بيجري على طول عمر سفيول عبد الرحمن جبنا عشان يعمل الأوفر وبتلاقي على طول يا كابتن إسلام زيادة عددية دايما جوه الثمانتاشر ودي ميزة من مميزات الكابتن شاوي غريب مع المقولين العرب فلازم يا كابتن إسلام إن المباراة بكرة جون أوكلي أي كورة تتلاقي بعالية لازم النادي الأهلي لعيبة نص الملعب سواء حمد فتح يا قولي جنج أو سواء حد من المساكين يطلع ياخد منه الكورة علشان ما يسمحش ان الساكن بول تنزل ويبقى فيه دربكة نشوف الكورة اللي بعدها برضو كورة دي كورة حلقة الأخرانية قبل ما تأخلك في مشاكل النادي ما قولي العرب برضو يا كابتن دي كورة على الأرض بشكل كبير برضو وشايا يا كابتن هو اللي مبتدي الهجمة ونشوف برضو جون أوكلي هو اللي بستلم هينزل استلم منه نشوف الفريم اللي بعده بص يا كابتن السلام أول ما وشايا يدي له الكورة نكمل برضو الفريم اللي بعده بص يا كابتن السلام وشايا بيجري على طول ياخد الخط جون أوكلي هيطلع له الكورة نكمل برضو الفريم اللي بعده ونسيب الكورة تمشي عادي بص يا كابتن هياخد المساحة ويجري الرجل بيزق سريع جدا 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 والنحية الثانية بيعمل الأوفر واحدة برضه كانت من أخطر الهجمات اللي كانت موجودة لدي المقولين العرب وطلعت برك ولكن كان كابتن إسلام هنا بقى قبل ما نخش في حالات دي يا كابتن إسلام نادي المقولين يا كابتن إسلام بيلعب 3-5-2 فاروقة ده اللي بيلعب لبرو عنده مشاكل كبيرة جدا 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 في الطلوبة الكرة وعنده مشاكل كبيرة جدا لما حد بيضغط عليه أرقامه كانت سيئة جدا وأرقامه عموما سيئة اللي كان بلعب مكانه عمر فايد ولكن هو اللي هي بمرافض بص يا كابتن دي كرة ميتة خالص لنادي المقابلين العرب نشوف الفريم اللي بعده الراجل بيتضغط عليه من عمر جمال بيقع يا كابتن لوحده خالص بشكل كبير والكرة بتتحول لنادي فارقه عشان تكون شبه انفراد وفعلا والكرة بالديع كرة تانية برضو نشوف يا كابتن إستانبوس كرة تانية بقى عاوز أقف عند الكرة دي هنا كابتن ودي ضربة الجزاء اللي اتحسبت على نادي المقابلين العرب في الديئة 91 ولي بسببها نادي المقابلين العرب خلص المبرأة لا نرجع بقى الفريم واحد قبل ما نلعب الكرة دي بص يا كابتن إستانبوس هنا عمر جمال هيتطلع ياخد الكرة عاوز أقريك فارقه ده مفروض ان هو سابق سابق الفريم بتاع نادي فارقه اول ما الكرة بتنزل الراجل يا كابتن إستانبوس بيزبق الفريم اللي بعده الراجل بيزبق فارقه نكمل برضه الفريم اللي بعده بص يا كابتن إستانبوس مدى التهور اللي عند الراجل الراجل يعيب الكرة خبطت في محمد بالصعود الراجل أم مكمل في محمد بالصعود ووقع وكرة نزلت كان ممكن لعيب نادي فارقه يحطها ولكن كرة بتضيع ويرجع الفار بقى كابتن واهريك الصورة بص يا كابتن الراجل اسمه فارقه ده راجل كارسي وخبط الراجل هنا وتحسب الضرب الجزاء في الديئة الأخيرة لنادي فارقه عشان يكسب منها الثلاث نقاط فضروري بكرة مهاجبين النادي اللي قال يضغطوا على العيب ده أول ما ياخدوا الكرة ودائما يركزوا عليه أنه هو بطيء جدا جدا هو بيلعب لبرو كورته مش كويسة فلازم يتضغط على فارقه ده لأن أرقامه كمانا كابتن نسبة تمريرات بتاعته في المباراة اللي فاتت 47 في المية لقى ب15 باص فقط صح من 30 باص فهو صغر كبيرة جدا في قلبة فعالنادي مؤولين العرب هيا دي الحتة اللي هو يقول عليها بنقول ايه المؤشر يعني احنا قلنا ان المؤولين العرب فأخطأه يعمل أخطأ كتير جدا هيا التهور حت دربات الجزع فهيا دي هي الأرقام دي بتترجم في الملعب فالنهار ده انت عشان كمان موضوع انت مطشين ده وكان قال حاجة في المؤتمر الأخير هي ده الواقع اللي نادي الأهلي بيعيش الأهلي بيشتغل نظري أكتر من الملعب لأنه فيش وقت للملعب صحيح فهي القطات اللي زي دي هي اللي بيعيبت الأهلي تركز على تختبجون اللي تكسب بيها لازل تجلس الجيم بادرة يا كابتين إسلام انت عندها لازل تجلس الجيم بادرة يا كابتين إسلام اعمل او بره اجيب دي لالباية اي رايح النادي الأهلي في الموتساط فده مهم جدا قيمة الفرصة زي ما كان ايمن بيكلم قيمة الفرصة دي شيء مهم جدا شوفنا احنا احرزنا هدف مبورات القوتن من ماتش ارتاح معنا ان شاء الله ده اللي يبقى موجود بكرة في مبارات النادي الأهلي ونادي المقاولين نادي الأهلي في شوت لأولاني خلص الجيم بيقدر بقى كولر انه هو ياخد نفسه لعيبة تاخد نفسها يفكر في ماتش اللي بعده فان شاء الله بإذن الله كمان ده اخر ماتش دوري قبل اعتقد فترة التوقف يا كابتين إسلام لان احنا ما نروح لعب ساند داونز الاسبوع ده هيبقى الحمد لله فاضي بما اننا هنلعب ماتشين بره أرضنا فالحمد لله يعني ان ما تحطلناش في ماتش كده من ماتشات اللي فجأة بنلاقيها فهنرايع شوية فيبقى جميل ان احنا نبقى مرايحين نفسنا في المحلي ودي فرصة لما المنافسين بتوعك يعني هم كمان بيفرطوا في النقاط وما بيستغلوا يعني احنا وقعنا في ماتش الداخلية الحمد لله بعديها في يوتشارت عادل بيرامدز وزا مالكت عادلوا مع بعض فالأمور كانت طيبة يعني كويسة فكأننا ماتش داخلية ده كألم يكلعبش فالمقاولين نهارده انت تفرق تروح مرايح يحصل زي ما حصل في الدوري تخلص ماتشين أفريقيا بعد كده عندنا التوقف في الدوري لما نرجع تاني الدوري تبقى بترجع مرتاح لان كل ده ليك انت يعني كل ده طول ما انت مرايح نفسك في الدوري هتفضل تضغط على المنافسين بتوعك هم يتخنقوا مع بعض براحتهم في الماتشات وانت مرايح وسابق فالنهارده لو ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم وبتكمل في أفريقيا تبقى مزاي السنين اللي فاتت السنة اللي فاتت او اللي قبلها ان انت بتحارب هنا بتحارب هنا لا بتحارب في أفريقيا مثلا والدوري الحرب فيها خفيفة شوية عموما لن تكون الحرب أبدا هادئة دائما ستكون الحرب صعبة حرب الكروية طبعا رياضية صعبة للنادي الأهل انا بشكركم جدا لما حدود على وجودك معنا شكرا جزيلا على وجودكم معنا